موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج فيلم تصف والذي نبدأه معكم بالحديث عن الملف العراقي في ظل اعتداء مسلحين مجهولين على المتظاهرين في ساحة الحبوبية في مدينة الناصرية إذن وجه قائد شرطة ذيقار ناصر الأسد اليوم الاثنين وجه رسالة إلى المتظاهرين وأخرى إلى الضباط بغية تهديئة الأوضاع إثر اقتحام خيام المعتصمين في ساحة الحبوب وسط الناصرية أقل الأسد في رسالة وجهها إلى المتظاهرين إن ذيقار اليوم تتعرض لهجمة شرسة تدار من على مواقع التواصل الاجتماعي الهدفة لإثارة الفوضى في محافظاتنا العزيزة مبينا أنهم يحرضون على التصادم بين قواتكم الأمنية وبين أبنائكم ودعا إلى العمل في هذه الأجواء المشحونة للتهديئة وإعادة السلم الأهلي مؤكدا أن ما حدث ليلة الأمس كان نتيجة لعدم تواجدنا بالقرب من الحبوب بسبب رفض أبنائنا المتظاهرين وزعزعة الثقة بين الأجهزة الأمنية ما أدى إلى تسلل العابثين والتعرض للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية إلى ذلك توقع النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني حسم تسمية المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة وقال الكناني هناك مؤشرات إيجابية تزايدت في الفترة الماضية لإنهاء ملف رئيس الوزراء الجديد مبينا أن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بحسم اسم المرشح لكن تحديد المدة بيومين أو أكثر أو أقل هو أمر غير دقيق على اعتبار أن الحوارات ما زالت مستمرة وهي بحاجة إلى وقت غير محدد أضف أيضا أن المرحلة التي يمر بها العراق صعبة ونحن بحاجة إلى شخصية قوية وقادرة على حفظ السيادة العراقية وأخراج القوات الأجنبية من البلاد حسب ما قال النائب عن تحالف الفتح إذن مشاهدين الكرام الملف اليوم عراقي وحديثنا عراقي ونتحدث عن تطوراته الميدانية والسياسية سنبدأ هذه الحلقة ولكن بعد متابعة هذا التقرير تتواصل الانتفاضة الشعبية في العاصمة العراقية بغداد ومدن الوسط والجنوب ضد الطبق السياسي الحاكمة التي لم تحسم حتى الآن ملف تسمية رئيس جديد خلفا لعاد العبد المهدي وكما لم تحقق مطالب المحتجين المتمثلة بانتخابات مبكرة واختيار شخصية بعيدة عن المحصة الطائفية وفي تصعيد كبير ولافت أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية ويرتدون ملابس بيضاء على اقتحام ساحة الحبوب وسط الناصرية حيث يعتصموا المتظاهرون منذ أشهر وأطلقوا الرصاص الحي على المعتصمين وأضرموا النيران في خيامهم إلا أن المعتصمين صباح الأثنين أعادوا بناء خيام جديدة في رسالة واضحة تعبر عن التحدي والإصرار في الوقوف ضد الميليشيات والأحزاب وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد أعلنت وسائل الإعلام عن سقوط ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت مساء أمس مقر السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية طالب حكومة العراق بالالتزام بحماية المؤنشاءات الدبلوماسية متهماً للميليشيات المدعومة إيرانياً باستهداف السفارة الأمريكية من جانبه أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة وأكد أن السلطات العراقية ستلاحق المنفذين أما سياسياً فقد كشفت مصادر عراقية مطلعة عن اتفاق بين غالبية القوى السياسية ورئيس الحكومة على حسم تسمية رئيس الحكومة المقبل خلال أيام قليلة على وقع تصاعد موجة الاحتجاجات لكن المراقبين للمشهد اعتبروا الإسراع بحسم ملف تسمية رئيس الوزراء إن حصل لن يكون تلبية لمطالب الشعب بل سيكون بسبب غضب المرجعية الدينية المتزايد على الطبق السياسي وعدم حسمها لهذا الملف فما هي دلالات استهداف السفارة الأمريكية مرة أخرى وهل سنشهد رداً أمريكياً على هذا الاستهداف؟ إذن تابعنا التقرير مشاهدين الكرام ونفتح الحوار والنقاش وأرحب بضيفي عبر الهاتف الباحث والمحلل السياسي العراقي الدكتور هلال الدليمي أهلاً ومرحباً بكم معنا دكتور بدايةً كيف تقرؤون المشهد والتطورات وأبرز ما يجري من هذه المعطيات الحاصلة خصوصاً في ظل هذا التصعيد الكبير واللافت بعودة الملثمين عودة المسلحين عودة عربات الدفع الرباعي واقتحام ساحة الحبوب وأحراق خيام المتظاهرين وأطلاق النار والقوات الأمنية غير متواجدة هناك بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بك وماليقناتكم الكريمة المشهد العراقي كلما تأخر الوقت يزداد تعقيداً ويزداد وضوحاً من جانب آخر الجانب الغامر بأنه لا تزال المعركة الإيرانية الأمريكية تجري على أرض العراق على قدم الوساق والرغم من أن الأجنحة أسفرت عن نفسها بوضوح أن الميليشيات التابعة لإيران تتظاهر في بغداد بمظاهرة مليونية بسيارات الدولة والأجلزة الأمنية وشعاراتها حقيقة كانت إيرانية صرفة لأنه عندما تتظاهر في بغداد وتقول عاش خامنائي وعاش سليماني هذا يعني أنك تنفذ الولاء لإيران النقطة الأخرى انكشاف بوضوح التيار ما يسمى الصدري لولاءه المطلق لإيران كما كنا نقول منذ ستة عشر عاما بأن هذه التسميات كلها تصب في المشروع الإيراني وأنهم يتداولون الأمر بينهم صدري يدعي الوطنية ويدعي الأصلاح وهو في قلب الإفساد وفي لبة الفساد والإفساد وهو لا يختلف ربما أنا دائما أقول أنه الأخطر حتى من المالخي لأنه هو كان يلعب على حبال وعوابص للناس بالإصلاح وينتقد متاره ويؤيد بالسر والعلن طيب دكتور كما تعلم يعني يوم أمس يعني كان الصدر دعا لتظاهرات منذ صباح يوم الأمس لتظاهرات ضد التواجد الأمريكي في العراق أكد هذه التظاهرات عبر وسائله الأعلامية التابعة له ومن ثم تراجع ونفى وألغى هذه المظاهرات هل هناك سبب معين برأيكم تعتقدون يعني أدى لإلغاء هذه التظاهرات أنا قلت سابقا من هذا المنبر الحر بأن الميليشيات والأحزاب والكتل وتسميات تدار بالريموت كونترول من إيران فالقضية ليست قضية رأي شخصي المقتدى الصدر وتياره وباع أسلحته للمختل الأمريكي في 2004 كما تذكرون 2005 نعم ودخل العملية سياسية بحماية أمريكية وبتوصية أمريكية فبالتالي لا يحق لهم الآن بعد أن اختلفت إيران مع أمريكا على كعتة العراق أن ينادوا بهذا المطلب لأنهم بعيدون عن المسمى الوطني للركوب الموجة الوطنية الوطنية لا يمكن أن يأتي مع المحتل ولا يمكن أن يتعامل مع المحتل كبقية القوى الوطنية التي عارضت الاحتلال ولا تزال وهم المهجرون خارج وداخل العراق وفي السجون والمعتقلات كيف تنادي بالإخراج المحتل الأمريكي وأنت حكمت على من قاوم المحتل الأمريكي بأربع إرهاب ولا يزالون يقبعون في سجونكم طيب دكتور فيما يتعلق بالصدر تحديدا وانكشافه يعني أنه تابع ويعود كل أولائه لإيران هل انكشاف هذا الجانب من الصدر يعني كان متوقعا أو مفاجئا بالنسبة للعراقيين وفي هذا التوقيت تحديدا بعدما يعني قال أنه مع الثورة العراقية ومع مطالب الشعب أولا القوة الوطنية منذ البداية تعرف هذه المجامع وهذه الكتل وهذه المسميات وأولهم الصادر هو تابع لإيران وهو أخطر الموجودين في الساحة السياسية لأنه يدعي أنه الانتماء الوطني ويدعم كل تظاهر بالعراق لتإفشالها وإفراغها من محتوى كما فعل هذا سابقا لكي تبقى يبقى نظام السياسي الموالي لإيران والتابع لإيران هو على سدة الحكم أما المفاجئة المفاجئة لقسم من التيار الأتباع التيار الصدري الذي بدأوا ينسحبون منه الأمس واليوم بأعداد لا بأس بها لأنه الناس تنادي بإخراج المحتل أي إن كان فلا يوجد في القاموس السياسي محتل حلال ومحتل حرام الإيرانيون احتلالهم أكثر أذن للعراق وللعراقيين وللأمة من الاحتلال الأمريكي الاحتلال الأمريكي زائل والمقامة العراقية استطاعت أن تحجمه وتضبطه في زاوية نفذ بريشه ولكن ترك مكلاؤه من الإيرانيين يعبث وينفلت إلى الأمة وكم أتعرفون أنه بعد الانتماش الأمريكي سلم الأمر إلى إيران وإيران توغلت في العراق وتوغلت في سوريا وفي اليمن وفي لبنان بشكل أكثر وضوحا فبالتالي الصدر هو ضمن هذه الطغمة التي تجتمع في قم يعني أنت والمشاهد الكريم يلاحظ أنهم يجتمعون في قم وفي طهران بالوقت الذي يخرج كل الشعب العراقي مناديا لخروج المحتل الأمريكي والإيراني وينادون بحرية العراق وإخراج المحتل الأمريكي أو الجيش الأمريكي من أتاب الجيش الأمريكي يا سيدي أليستهم أليستهم من من حضر مؤتمر لندن أليستهم من وقع على قانون تحرير العراق واستلم تسعين مليون دولار من السي آي آي للتجسس على العراق دكتور يعني فيما يتعلق بهذه الدعوات الدعوات السابقة والدعوات اللاحقة يعني لمقتدى الصدر هل نجح فعلا برأيك بحرف مسار الثورة العراقية عن مسارها الصحيح يعني هو يحاول بأوامر إيرانية تشتيت يعني فكر الثورة العراقية ولكن السؤال هل نجح هل أثر بشكل أو بآخر وأثر إيجابيا لانكشافه بشكل الواضح وكما تلاحظون أو تتابعون بأن انسحاب التيار التدري كما أعلن عنه هو من التظاهرات لإفشالها وهو حقيقة كان الغصف في حلق المتظاهرين والثوار لأنه التياره كان في وسط الساحة وكان له إذاعة وكان يريد أن يركب الموجة ولكن عندما انكشف وابعه بشكل واضح للناس وبالمناسبة ثوار التحرير وثوار المحافظات يعرفون من هو مقتدى الصدر ولكن هو أراد أن يحرف مسار الثورة أن يجعل تصادم ما بين أنصاره وما بين الثوار الأمر الذي سيحرف مسار الثورة ولكن بالعكس المظاهرات المليونية التي دعا لها وانحساره بشكل واضح وعلني مع التيار الإيراني والجانب الإيراني أدى إلى دعم وزخم كبير من الناس إلى المحافظات الجنوبية في الناصرية وفي البصرة وفي الناجوة وفي كربلا وفي بغداد نعم دكتور هلال هذا التأثير أنا أعتقد أراده شرا فانقلب على انقلب السحر فيما يتعلق بهذه الحملة التصعيدية الكبيرة من قوات الأمن وأيضا من المجهولين كما تعلم يعني كان هناك حدث كبير بالتزامن مع ذلك الموضوع هو يعني إرسال أو سقوط ثلاث صواريخ من أصل خمسة على محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد هل من دلال لذلك أو هل من ارتباط يعني بين الجانبين بين التصعيد العسكري والاعتداء على السفارة الأمريكية القضية الاعتداء على السفارة الأمريكية مرتبط ارتباط وثيق باجتماع الذي عقد في قم ما بين الحرس الثوري ومقتضى الصدر والميليشيات الحشد التابع لإيران بشكل مباشر وهذا الخطة تقسمت على كيفية إخراج المتظاهرين واختحام الساحات التظاهر بعد انسحاب ما يسمى القبعات الزرق وغيرهم دعوة إلى متظاهر مليونية ولم يحضرها إلا بحدود المئة ألف لمدة ساعة ونصف ثم انسحبوا ضرب السفارة الأمريكية من قبل الميليشيات التابعة للحكومة العراقية لأنه أنت كما تعلم التسميات الرسمية بأن الحشد الشعبي مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع العراقية وبقرار وعادل عبد المهدي يكذب عندما يقول نحن سوف نتابع لأنه كلهم كذبوا على الشعب العراقي كثيرا ويرودون أن يكذبوا على العالم الحشد الشعبي تم تسليحه من قبل الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية تحت غطاء محاربة الإرهاب والأمريكان حقيقهم والسبب الرئيسي في هذا التجيش ويعرفون جيدا أن الأسلحة التي كانت تذهب إلى وزارة الدفاع تعطى للميليشيات الموالية لإيران وأعتقدوا أن هذه الطريقة سوف يحجمون مناطق المقاومة العراقية ولكن تعرف أن هؤلاء ولاءهم مزدوج لإيران وليأمريكا ولكن إيران بالنسبة لهم ولاء حقدي وإيران تستخدمهم لنفس الغرص في ضرب السفارة الأمريكية يأتي من قبل جهات تابعة للحكومة العراقية وللحزاب التي تابعة لإيران وإيالة تشكل للعمل السياسي والأمريكان يعرفون جيدا أنه عادل عبد المهدي يقول ما لا يفعل وهو يؤيد إيران بالسر ويعارضها بالعلن طيب دكتور أنت تعلم أن هذا الاستهداف للسفارة الأمريكية ليس الأول ولن يكون الأخير بطبيعة الحال لكن اليوم هل الموقف مختلف هل سيكون لهذا الاستهداف تابعات في الأيام القليلة المقبلة من الممكن الرد من الولايات المتحدة على الميليشيات أو على إيران بنفسها ويعود من الممكن التوتر إلى الوجه من جديد إيران دائما تبعد التوتر عن أراضيها وتستخدم أذنابها في الخارج وهذا هو الإسلوب الإيراني على مر العصور ليس جديدا إيران تدفع بالأذى على جيرانها من خلال تشكيل هذه الأحزاب والكتر التابعة لها وتتذكرون جيدا عندما تمت المظاهرة أول مظاهرة شكلية من قبل أذنابها في بغداد أول ما صرحت الخارجي الإيرانية قالت نحن لا نتحمل مسؤولية من يؤيدونا في الخارج هذا الإسلوب أصبح مكشوفا التوتر قائم أنت تعرف أنه بالأمس أو قبل أمس هناك تم استهداف ميليشيات في سوريا بين الحدود العراقية السورية وقتل فيها من الحرس الثوري الإيراني أحد قادة الحرس الثوري وهذه الميليشيات وهذه مرتبطة بالحرس الثوري بشكل أو بآخر فكلما قامت هناك استهداف للميليشيات في أي مكان في العراق أو في سوريا وحتى في اليمن يتم استهداف السفارة الأمريكية بأوامر إيرانية لأن هؤلاء الأوامرهم تأتي مباشرة من إيران والتمويل العراقي إن تلاحظوا المضحك المذكي أن القائمين على السياسة العراقية جعلوا من أرض العراق ساحة تصوير حسابات ليس للعراق فيها حقيقة ناقة ولا جمل بس المحتل الأمريكي والمحتل الإيراني هم سبب البلاء في هذا والاثنين تابعين للطرفين أنت تعرف أن كل الحزاب التي تحكم العراق لأن تتبع حماية أمريكية ولا تزال تتمتع بالحماية الأمريكية ولو رفعت الولايات المتحدة الأمريكية اليد والحماية عن هذه السلطة السياسية وأن هذا نظام السياسي لنهار خلال أيام وليست خلال أسابيع وأنه نعلم والعالم كله بدأ يعرف بأنه العراق القوي هو الذي يقب بوجه إيران وليس الميليشيات والأحزاب التي تأتي ولاؤها للخارج أو للخارج حدود العراق أي إن كان هذا الخارج هذا هو الحل بالعراق وعلى العالم العربي والإسلامي وعلى الدول أن يقتنع بأنه إذا أراد أن يكفأ شر إيران عن المنطقة وعن العراق أولا وعن المنطقة يجب أن يكون هناك في العراق جيش وطني قوي انتمائه للعراق الجيش العراقي لم يكن بهذا المستوى المغزي أو المغجل الكل يلعب في سمائه وفي أرضه وهو يتفرج بل على العكس هو مشارك الآن في قتل المتظاهرين وقتل العراقيين والاختطافات وهو آلة طيعة بيد الحزاب والكتل السياسية التي تتبع إيران بشكل أو بآخر أشكرك جزيلا شكرا الباحث والمحلل السياسي العراقي الدكتور هلال الدليمي شكرا لك جزيلا على المشاركة معنا في هذه الحلقة إذن مشاهدين الكرام سنخرج إلى فصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار والنقاش فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا مستمرون معكم في المنتصف ومستمرون في الحديث عن تطورات المشهد العراقي أرحب مشاهدين الكرام بضيف الذي انضم إلينا قبل قليل المحلل السياسي العراقي السيد علي الشمري أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذ علي أهلا حياكم الله أهلا ومرحبا بك يعني كما تعلم وتتابع حضرتك تطورات المشهد العراقي يبدو أن هناك توجه لقمع الثورة العراقية بأي شكل من الأشكال العنف الحاصل خصوصا في مدينة الناصرية لو تقرأنا له تقرأه في البداية خصوصا في ظل عودة المسلحين والملثمين وسيارات ربعية الدفع بدون أي نمر وبدون أي أرقام حرق خيم قتل المتظاهرين قنص كل هذه المعطيات والتطورات يعني في أي إطار تأتي اليوم يعني ما يحصل الآن في ساحات الاعتصام وفي المكانات التي تنبه التظاهر أنا أرى أنه يعني ليس شيئا جديدا الذي حصل أنه الآن أنه رفعت الأغطية عن بعض الوجوه نعم وتكشفت بعض المسائل هي كانت موجودة الشيء البارز في تظاهرات اليومين الماضيين هو دخول الصدر مقتدى الصدر بوجهه الكالح على خط إنهاء هذه التظاهرات الرجل كان قد ذهب إلى طهران واجتمع إلى علي خامنئي وإلى المقبور سليماني والواضح أنه كانت التعليمات واضحة أعد العدة للانقضاظ والالتفاف على التظاهرات الآن علنا يغرد أنه إحنا لازم نرجع الدوام يرجع والمظاهرات يجب أن بينقوسيا تنتهي أعطى أوامر للتيار الصدري بالانسحاب من التظاهرات ولو أنا أرى أن هذه الخطوة هي جيدة بالنسبة للتظاهرات باعتبار خلصوا منهم لأنه هذولا كانوا حصان طروادة داخل التظاهرات قبل الحديث أو الخوض بمواضيع الصدر وتداعيات ذلك يعني على المشهد العراقي هل تعتقد أن يعني عدنا لموضوع الطرف الثالث والحديث عن الطرف الثالث بعودة المسلحين المجهولين يعني قوات الأمن تقول المسلحين مجهولين لن نعلم من اقتحم ساحة الحبوبي ولن نعلم من حرق الخيام ولن نعلم من أطلق الرصاص الحية على المتظاهرين لا هم انتهى الحديث عن الطرف الثالث لا يصبح الكلام عن الطرف الثالث القوات الامنية هي اللي هجمت على المتظاهرين على جسر السنك ثم دفعت المتظاهرين إلى ساحة الخلاني ثم اتجهت إلى ساحة الوثبة ودفعت المتظاهرين إلى ساحة التحرير ومن جهة أيضا ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع ليس هناك حديث عن طرف ثالث الوجوه واضحة قوات حكومية مكافحة الشغب قوات الصدمة في البصرة استطاعت أن تهجم على المتظاهرين في يسمى فلكة البحرية أي ساحة البحرية بالناصرية في ساحة الحبوبي قوات الشرطة هجمت على المتظاهرين المتظاهرين حرقوا العديد من الآليات التابعة لقوات الشرطة لعله الموقف الأقوى للمتظاهرين في الناصرية لأنه المتظاهرين في الناصرية استنجدوا بعشائرهم العشائر كان لها موقف مشرف حقيقة في هذه المسألة وهو الوقوف إلى جانب أبنائهم من المتظاهرين طيب بما أننا تكلمنا على الناصرية دعنا نتابع هذه اللقطات لقائد شرطة التذيقار يطالب الضباط ويعني هو وجه رسالة للمتظاهرين ووجه رسالة للضباط نتابع هذه اللقطات ثم نعود للتعليق عليها معكم مشاهدين الكرام ومع الأستاذ علي بقتحام الحبوبي أو جسر الزيتون لا يوجد لدينا نوايا بقتحام الحبوبي أو جسر الزيتون هذه نعتبرها أماكن مقدسة عدم اطلاق النار عدم اطلاق النار لا يوجد أمر لإطلاق النار معالجة المتظاهرين معالجة يوجد قانون لمعالجة التظاهرات إذن هذه كانت كلمة أو رسالة من قائد شرطة ذيقار أستاذ علي تحدث أننا لا نريد اطلاق النار ووجه رسالة لكل من يطلق النار يعني لإيقاف هذا الموضوع من يطلق النار إذن في ظل هذه القرارات التي يعني أوامر هي بعدم اطلاق النار و بعدم التعرض للمتظاهرين هذا الرجل قال شرطة الناصرية يا أما يكون كذاب كبير أو يكون مغفل كبير لا يعني هل من المعقول قوات الشرطة تسيطر تماما على الشوارع والساحات و متواجدين بكثافة من أطلق النار و لماذا المتظاهرين في الناصرية يهجمون على مركبات و آليات الشرطة و يحرقونها ما السبب هل لأنه هناك أطراف غير معروفة هل قوات الشرطة تطلق النار على المتظاهرين بدون أمر من قائد الشرطة هذا تمرد معناها هذا الكلام إذن كيف يبرر أو ما المفهوم منه اليوم الحقيقة الدول القمعية كلها الموجودة في منطقة الشرق الأوسط تحديدا يعني القوات الشرطة أو قوات الأمن بصورة عامة لا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة بدون أمر من قياداتها العليا و عملية التصريح بهذا الكلام هو جزء من الصورة الزائفة اللي موجودة بالإعلام أنه العراق فيه شيء من الديمقراطية يعني هذا الأمر أنا استغربت قبل يعني البارحة أو أول بارحة كان هجوم على ساحات الاعتصام و التظاهر في العراق و في نفس الوقت هجوم على الساحات هذه في لبنان و كأنه صدر أمر من جهة واحدة لطرف محدد في البلدين أنه اهجموا عليهم و خلصونه ففي لبنان هجموا جماعة أمل و حزب الله المتظاهرين و ضربوهم علانا ولا أحد يتكلم و في العراق الميليشيات تهجم بغطاء حكومي أو أحيانا هي القوات الحكومية تهجم هذا الرجل قلت لك يعني الواضح هو ما يدري شنو القصة أو ما يعرف أو يعني قاعد يضحك علينا يستغفلنا بهذا كلمة في نهاية كلامه قال نحن باقون يعني هو يرفض الاستقالة تقديم الاستقالة أنت تعلم كل يعني المتظاهرين طالبوا بالاستقالة لقائل سرطة الذقاء لكنه رفض هو يرفض لأنه يرى أنه هو عنده واجب مكلف به أوامر يأخذها من وزير الداخلية مباشرة يعني هو الرجل هذه معروفة يعني إحنا لا نقعد اللف وندور ونضحك على نفسنا الأوامر تأتي من جهة عليا أنا ما أتكلم معه ضابط برتبة مهما كانت رتبته هل تتصور أنت رجل يعني برتبة عميد أو لواء بالحكومة بالترتيب الإداري للحكومة العراقية يستطيع أن يتخذ قرار من عنديات نفسه مستحيك القرار خاضع لوزير الداخلية ووزير الداخلية تصرف إلى بعد أخذ الإذن من القائد العامة المسلح والآن عادل عبد المهدي مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل القتلى والجرحة والخسائر التي حصلت في العراق لا ينقص من مسؤوليته أي شيء طبعا الآخرين نزولا أيضا مسؤولين عادل عبد المهدي كان له تصريح قال يعني أنه يجب الإسراع بحسن من الأفتسمية رئيس جديد لكي يتحمل مسؤولية ما يجري في الشارع إن كان سينهي هذه التظاهرات أو يعني ستستمر بشكل أو بآخر يعني المفارقة أنه عادل عبد المهدي من أهالي الناصرية وأهالي الناصرية سواء الشيوخ عشائر أو قادة التظاهرات أو الوجوه البارزة في الناصرية علنا حتى أمام يعني في إحدى الجلسات أمام قائد الشرطة سبوا عادل عبد المهدي يعني علنا يسبونه لأنه تعرف أنت هو من نفس المحافظة وهو اللي أمر بيقتلهم يعني هذا الناس الآن لو ذهبت إلى ساحات الاحتجاجات والاعتصامات يقولون لك أنه هو المسؤول هو القائد العام يتحمل مسؤولية مباشرة عن هذا الأمر فيما يتعلق بالصدر نعود للخوض أكثر في موضوع الصدر وهذه الدعوات يعني للمظاهرات بما يسمى بالمليونية ضد التواجد الأمريكي كان له دعوة يوم أمس تحدث أو يعني بعض الوسائل الإعلام التابعة له أكدت هذه الدعوة لمظاهرة للتواجد ضد التواجد الأمريكي في العراق تم التأكيد على هذه الدعوة بعد فترة أو بعد ساعة ساعتين تقريبا عاد بقراره وتم إلغاء هذه المظاهرة السبب في ذلك من أعطى الأمر لمقتدى الصدر لإلغاء هذه التظاهرة برأيك أنا أرى أنه مقتدى الصدر شخصية سطحية وضحلة لا تمتلك لا العمق يعني في التفكير أو بالتوجه الرجل يعني يأخذ أوامره يستدم أوامره من جهة أعلى منه وأعتقد الإيرانيين يعني دخلوا على الخط بقوة على هذا الرجل والأوامر أنا أرى أنها تصدر من طهران وليس من العراق تحديدا لا يوجد فهذا الرجل لما يتخذ قرار يعني هو أعتقد بدأ يفقد كثير من رصيده دعا إلى تظاهرة مليونية ضد التواجد الأمريكي وقال مليونية لكن يعني من يعرف بغداد وشوارعها يعرف أن المظاهرة التي خرجت ما استطاعت أن تجمع بعد كل جهودهم هو والميليشيات والتهيئة والتطبيل والتزمير والحشد لم يستطيعوا أن يجمعوا ربع هذا العدد يعني ربع احنا نكون مبالغين لكن فلنقول ربع هذا العدد والحقيقة ما استطاعوا بل ما استطاعوا حتى أن يحركوا التظاهرة إلى شوارع أخرى في بغداد فالرجو الخسر من رصيده عاد وقال أنه هو بينقوسيا يعني مع إنهاء هذه التظاهرات بل وعاقب الشيخ أسعد الناصري وهو أحد قيادي التيار في الناصرية واضطرد من التيار بينقوسيا جمده طبعا بدوا من أتباعه حتى في القيادات يتململون من هذا الموقف الانتهازي لمقتدى الصدر بل ظهر المصفقين لمقتدى الصدر يدعون للاستنكار على المتجاوزين على مقتدى الصدر الآن بدأ السب علني على مقتدى الصدر لكن تعرف أنهم يضيق صدرهم أنه هذه شخصية من المقدسات عندهم لكن مجرد الكلام عنه والطعم فيه وسبه وشتمه هذه مرحلة جديدة في التعاون خيانة الصدر للمتظاهرين أو للثورة العراقية أصبحت واضحة للعلن من خلال بعد انتهاء هذه التظاهرة المليونية التي تحدث عنها انسحبت أنصار الصدر نزلت إلى الشوارع المتظاهرين والمحتجين نزلوا إلى الشوارع بدأ الاعتداء الاعتداء على المتظاهرين هناك خيانة حدثت وحتى بيان المتظاهرين في اليومين الماضيين تحدثوا بالحرف أن صدر خانة الثورة العراقية الانسحاب الصدريين من ساحات الاعتصام والتظاهرات أنا أرى أنها حالة صحية يعني هذا يذكرنا في السيرة النبوية الشريفة في معركة أحد خرج النبي عليه الصلاة والسلام فستمائة من المنافقين قالوا إحنا ما نطلع رح نرجع طبعا البعض استاء من هذا الموقف لكن الحقيقة هو تخلص الصف المسلم من هؤلاء المنافقين بالعكس الآن خروج هؤلاء من صف التظاهرات والاحتجاجات يجعل الصف المتظاهرين أكثر صحة وأكثر قوة هؤلاء كانوا مثل الفيروس داخل هذه التظاهرات خروجهم صح على المستوى القصير خسارة لكن على المستوى المتوسط البعيد هو كسب وكسب جيد هذه المحاولات من الصدر التي تلقاها من إيران الأوامر التي تلقاها من إيران هو محاولة تحدث عنها الكثير من المراقبين للمشهد العراقي بأنها تهدف إلى حرف مسار الثورة وحرفها عن سلمية هذه الثورة أولا وعن تطلباتها ومتطلباتها الحقيقية هل نجح فعلا في تشتيت مطالب الثورة العراقية الصدر من خلال ما يجري في الفترة الأخيرة لا خليني أوضح لك نقطة أولا الصدر يعني خروج جماعة من التظاهرات ومن الاحتجاجات القضية ليست قضية سلمية التظاهرات أنا لازلت أقول أنه سلمية التظاهرات هي بداية النهاية لهذه التظاهرات والكلام أنه التظاهرات سلمية هذا غير صحيحة التظاهرات ليست سلمية الطرف الحكومي ومن يقف معه من الميليشيات وليسمهم الطرف الثالث تمارس القتل والخطف والاعتداء على المتظاهرين هذه ليست سلمية وبالمقابل أحيانا المتظاهرين ولعله آخرها هو هجوم المتظاهرين على قوات الشرطة وحرق سياراتهم وهذا أيضا ليست سلمية لكن الصدر لما يخرج علينا البارحة ويقول أدعو المتظاهرين إلى السلمية معناها يعرفون أنه أيرت فعل من المتظاهرين تجاه قوات الأمن هو تصعيد وخلق أزمة لكنه بالحقيقة رد المتظاهرين هو ردع للقوات الأمنية من الاعتداء وقتل المتظاهرين وخطو الكلام بهذه الطريقة لا يجوز يعني ما يصير الآن إحنا ندعو إلى سلمية التظاهرات في مواجهة القتل والقمع هذا كلام غير منطقي غير عقلاني مرفوض نعم اليوم يعني هل تتحدث أو تتوقع بالأحرى يعني أن الإيران الإيرانيين اليوم حاولوا بعد مقتل قسم سليماني بالذات يعني هو كان يتحكم بالمشهد الأمني كما تعلم في بغداد وفي كل المحافظات العراقية اليوم هل حاولوا فعلا تحويل البوصل هذه إلى الميليشيات إلى هادي العامري إلى مقتل الصدر إلى قيس الخزعلي وما إلى هناك من هذه الميليشيات لعله بعد مقتل قسم سليماني وتعين العميد إسماعيل قآني إسماعيل قآني بعث على هؤلاء جميعا حتى مقتل الصدر باعتباره الرجل يمتلك ميليشيا سرايا السلام و هادي العامري و كذا كل يمتلك الميليشيات بعث عليهم و اجتماع معاهم و سربوا للإعلام أن هناك اجتماع طيب ما الذي حصل هناك و الأمر للميليشيات هو قصف السفارة الأمريكية يوم أمس بل و إصابة السفارة إصابة مباشرة بأحد الصواريخ هذه كلها رسائل هذا ليس مجرد حدث عادي جدا هذه كلها رسائل لأمريكا طيب فيما يتعلق بهذه الإصابات فعلا و هذا الاعتداء على السفارة الأمريكية هو ليس الأول و لن يكون الأخير بطبيعة الحال على ما نعتقد من خلال هذه المعطيات هل بن رابط من خلال التصعيد في الشارع في الحبوب في الناصرية واستهداف السفارة الأمريكية بصوريخ كاتيوشا سقطت في المحيط و أدت إلى إصابة بعض الأمريكيين هناك حديث عن إصابة شخص أو شخصين على الأقل هل من دلالة أو روابط لهذا الموضوع؟ بالتأكيد الحكومة لن توفر أي جهد لشغل الناس عن التظاهرات و أعتقد حدث مثل حدث ضرب السفارة الأمريكية بل الحكومة الآن أنا أرى أنه القادة الميليشيات و الحكومة يدعون ربهم كل يوم أنه أمريكا ترد عليهم لأنه تعرف أنت راح نوجه الأمور أنه شوفوا قوى المقاومة و اعتداء و المحتلين الأمريكان فهذا يصر في الأنظار عن التظاهرات هم يريدون أمريكا ترد عليهم الآن الصاروخ يعني مو اعتباطا ضرب أحد البنايات ليس اعتباطا أنا أرى استفزاز حقيقي هو نعم استفزاز حقيقي استفزاز حقيقي هم يريدون من الأمريكان أن يردوا عليهم فأمريكا واقع حقيقة في مشكلة إذا لم ترد ستتهم بالضعف أنه أنتوا مائلكم أي قوى شوفوا لذولك كيف يستفزوكم أنتوا ماتردون و إن ردوا راح يجذب الأنظار كلها راح تتحول الأنظار من التظاهرات و من أي قمع من الحكومة للتظاهرات إلى موضوع آخر وهو أنه الآن نحن عندنا مشكلة بين أمريكا و ما يسمى محوار البقاومة هذه مشكلة بالتأكيد طيب و برأيكم في ظل هذه التطورات و المعطيات الولايات المتحدة سترد أم ستحسب حساب قبل أن تتحرك أي خطوة الحقيقة الأميركان أنا أرى أنه عاجزين الأميركان واقعين في ورطة و الواضح المسؤولين على إدارة الملف العراقي ليسوا بالكفاءة المطلوبة يعني إلى الآن لم نرى أي توجه من الولايات المتحدة لإعادة ضبط الأمور أو السيطرة عليها أو على أقل الرد يعني أمريكا ما تحسب حساب التظاهرات ليس في حساباتها طيب ما الذي يجعل الأميركان هم بالتأكيد لهم حساباتهم لكن الضربة المستمر من قبل ميليشيات على السفارة الأميركية يجعل من الأميركان أضحوك يعني هاي مشكلة كم مرة يضربوكم أنتم ما تردون ما الذي يحصل على الأميركان أن يجيبون على هذا السؤال إدانة الحكومة العراقية يعني متوقع أو مبرر برأيكم هذا الاستهداف للسفارة الأمريكية لا موقف الحكومة العراقية من باب رفع العتب لا أكثر ولا أقل لأن الحكومة تعرف أنت اللي ماسكي هم الميليشيات نعم ومن جاء بها هم الميليشيات لكن هذا الموقف يعني تشوف أنت على استحياء الموقف الصحيح لأي حكومة تحترم نفسها المفروض فورا تبدي بتحرياتها و القبض على ملتقي الصواريخ مو معقولة الصواريخ تنطلق من نفس المكانات و من جهات معروفة و ما حد يتكلم معهم بل ما حد يشيرهم بإصبعه أبدا فالحكومة تكتفي بالإدانة هذه حكومة عاجزة عبد المهدي عدل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال كان له تصريح أو كلام عن هذا الاستهداف يعني أدان هذا الاستهداف و قال أنه تصرف غير مسؤول بل و حذر من تداعيات ذلك هل هناك تداعيات و تبعات لهذا الاستهداف برأيك؟ أنا أرى أنه الأميركان رح يفاجئونه يعني استنادا لطريقة تعاملهم مع هذا مع الحدث العراقي رح يفاجئونه بأمر ما يشبه عملية قتل سليماني و المهندس و من معهم أنا أرى قد نجلس في جلسة أخرى و نتكلم عن الضربة الأميركية أو ماذا سيفعل الأميركان بضربة أو تصرف يشبه تصرف قتل سليماني و أبو مهدي المهندس من المستهداف التالي تتوقع عنه؟ كثير من الرقابة الآن تتحسس بالذي سيحصل كثير منهم الصدر أو ليس بعيدا ليس بعيدا أن يكون الصدر رغم أن الصدر من أيام بريمار و الذي يريد أن يراجع كتاب بريمار حام قضيته في العراق سيجد أنه مقتد الصدر كان يحظى برعاية المسؤولين الأميركان و بريمار كان مقيد لا يستطيع أن يفعل شيء له بعد ثبوت اشتراكه و توجيهه لعملية قتل عبد المجيد الخوئي هادي العامري يعني زعيم ميليشيا بدر تحدث اليوم أيضا عن هذا الاستهداف و قال أنه فتنة يعني برأيك هذا التصريح ماذا يعني في هذا التوقيت و ما المقصود من كلمة فتنة الصدر علاقته لا بأس بها مع الأميركان على فكرة الصدر ليس عدو للأميركان هادي العامري ليس عدوا للأميركان لكن هناك تنظيم آخر ميليشيا سبقت هادي العامري باعتبار أنه يعني كتائب حزب الله هي المتهمة في هذا الأمر هي و ليست متهمة نارا هي من قامت بهذا الفعل فالكل يحسدها على هذا الدور إيران تقدمها على باقي الميليشيات في ما يتعلق يعني بموضوع تشكيل الحكومة الذي يعني لا نقول طالى يعني طالى الانتظار لهذه الحكومة يعني الجميع سائم هذا الموضوع هذا الملف تحديدا هناك مماطلة تسويف من قبل الكتل والأحزاب السياسية في الفترة الماضية تحديدا كان هناك حديث أن موضوع تسمية رئيس جديد خلفا لعادل عبد المهدي سيكون مرتبط بانتهاء مؤتمر دافوس الذي ذهب إليه الرئيس العراقي برهام صالح انتهى هذا المؤتمر يوم الرابع والعشرين ولحد الآن يعني لا يوجد أي بوادر حقيقية لتسمية رئيس جديد خلفا لعادل عبد المهدي ولا حتى أيضا هناك أحاديث يعني تتعلق في وسائل الإعلام المحلية عن أن هناك يعني اجتماعات بين الكتل مع الرئيس العراقي هذا الملف يعني هل توقف هل لنك قرار حقيقي بتوقفي في ظل ما يجري تصعيد سياسي وأيضا تصعيد الميداني على الأرض الطبقة السياسية بالعراق لدينا مثل بالعراق يقولون يشوفوك الموت حتى ترضى بالسخونة نعم اللي صاير كالتالي أنه الحكومة ظلت ماطل وتترك الأمور هكذا على الغارب حكومة تصريف الأعمال لا هي حية ولا هي ميتة ولا هي تستطيع اتخاذ قرار ولا هي تتخذ قرار فيبقون هذه الأمور ليجعلون من الناس بعد ذلك يستجدون من الطبقة السياسية يا عم ينطون أي واحد ونخلصونا لنخلص هم يريدون أن يوصلون الأمور إلى هذه المواصيل يعني هناك تعمد تقصد واضح من الناس واضح لنأس لك سؤال الآن البلد في هذا الحال يعني صار لتقريبا أربع شهور على هذا الحال وضع سيء جدا الوضع متأزم البلد على حافة الانهيار يأتي رئيس البرلمان فيقول تعالوا اجلسوا خلنا تفاهم لا أحد يأتي تلغى الجلسة لأنه ما حققه نصاب طيب وبعدين طيب ونتفق هل نأتي بمحمد توفيق علاوي أو نأتي عبد الحسين عبطان أو نأتي بفلان أو نخلي عادل عبد المهدي مجرد كلام طيب احنا كل هذه المظاهرات والقتلة والجرحة والبلد يشتعل هل تقدمنا خطوة واحدة؟ هل الحكومة تقدمت خطوة تجاه مطالب المتظاهرين؟ مع العلم الحكومة تقول المتظاهرين إلهم حق؟ يعني هي تقول المتظاهرين على حق وإلهم مطالب مشروعة تعترف ولا تحقق أي شيء من المطالب طيب حققونا مطلب من هالمطالب هذه احنا لن نتقدم خطوة واحدة على أي مستوى مجرد حالة من المراوحة في المكان لا تقدم ولا تأخر طيب وبعدين هل هذا الأمر يجري هكذا اعتباطا؟ لا هذه مقصودة ومقصودة جدا من هاي الأطراف السياسية أنه انسوا شيء اسمه تغيير أنه لن يحصل شيء ولن تحصلوا على أي مطلب التنفيذ بالنسبة لدعوة المرجعية الشيعية السستاني كما تعلم ممثل السستاني كان في يوم الجمعة تحدث وأرسل رسائل للكتل والأحزاب السياسية وأيضا المتظاهرين أكدت المرجعية على حقية مطالب الشعب وطالبت بنفس الوقت الكتل والأحزاب السياسية بإنهاء هذا الملف تسمية رئيس جديد للحكومة هل هو أمر؟ هل هو طلب؟ كيف تنظر لتدخل المرجعية في هذا الموضوع؟ المرجعية في النجف تذكرنا بوضعية الكرسي الباباوي في روما كان البابا هو الذي ينصب الملوك في أوروبا لكن بعد ما أوروبا سئمت من هذا الوضع بدت سلطات البابا تتقلص ثم حصروا في مساحة اللي هي دولة الفاتيكان اللي مساحتها كيلومتر مربع السستاني مثل البابا كان هو الذي يتوجي الملوك و راح يوصلون الناس إلى مرحلة مو يكرهون المرجعية و لا يكرهون المذهب لا راح يكرهون الدين نفسي فهذا الذي يحصل الآن المرجعية جزء من منظومة الفساد بل هي الحامية لمنظومة الفساد ولكن عادل عبد المهدي استقال طلبا و تحقيقا لرغبة المرجعية كما بتلك الوقت دعا إليها السستاني أو ممثل السستاني واليوم هناك دعوة جديدة لتحقيق مطالب الشعب هل هذه الدعوة حقيقية برأيك أم هي لإلهاء الشعب؟ هذا الموضوع لو تلاحظ أنت حتى في تصريحات سياسية إذا عجبهم كلام المرجعية و توافق مع أمورهم قالوا إحنا والله إحنا ننفذ أوامر المرجعية و إذا ما عجبهم الوضع ما تجد أي رد يعني لا هم مع هذه المرجعية و لا ضدها لكن هذه يعني أمتى ما يعجبنا نقول مع المرجعية أمتى ما ما يعجبنا نسكت لا نتكلم فهذا موضوع أنه هو يعني استقال لأنه المرجعية قالت لا أبدا هي المرجعية صح من جاءت به محمد رضا السستاني و من جاء به لكن اللعبة أكبر من هذا الأمر المرجعية مجرد طرف من أطراف المعادلة تسرق و تنهب و باسم المذهب و باسم الدين و يظهرون للناس أنه إحنا يعني صمام الأمان حتى ظهر أنه يكفي أن السستاني معنا هذا هاي السرقة لجهود المتظاهرين طيب فيما يتعلق بالأسماء هي هذه الأسماء يعني كان كما تعلم في الفترة الأخيرة محمد توفيق علاوي و المرشح الأوفر مرشح تحالف الفتح يعني تحالف أو كتلة البناء رفضت هذا الأسم هل هناك أسماء مرشحة جديدة أم هذه الأسماء يعني تأتي هكذا إلى أن يتم تعيين أسم جديد أو غير متوقع بالنسبة للمتظاهرين لو نلاحظ من خلال خط سير الأزمة نجد إحنا كل كم يوم يتم طرح عدة أسماء مو اسم واحد بس تعرف أنت أول ما يطلع الاسم يحترق فورا فورا يعني يطلع الاسم بعد دقائق احترق الاسم فطرحوا اسم علي عبد الامير علاوي ابن عمه ثم محمد توفيق علاوي وبعض الأسماء يعيدون مثلا دائما يذكرون اسم الفريق ركن عبدالغني الأسدي أو مصطفى الكاظم مدير المخابرات الحالي نعم لكن الحقيقة هاي الأسماء مرفوضة هم يقولون وكأنه المسألة يعني يريدون يحاولون يفهمون أنه ترى المسألة يعني ترجع إنا خاضع إنا لسياقاتنا إحنا رغم هي المسألة تتعلق بطلب الناس بطلب المتظاهرين لكن شوف قيس الخزعلي مني يصرح كأنه ينقر رسالة أنه عملية تعيين رئيس وزراء حتى للمرحلة الانتقالية اللي هي مجرد بضعة أشهر خاضع لرأينا إحنا لقولنا إحنا هذه رسائل كلها يبعثوها للناس نعم القضية مو عندكم عندنا طيب في يعني سؤال أخير يعني إلى متى ستبقى أو سيبقى العراق يعني تحت حكم هذه الميليشيات لا زال النفق طويل الأفق مزدود ومهما لفينا ودرنا راح تروح للسياسين تسألهم يقولوا لك هذا الجواب الأفق مزدود والنفق مظلم يعني لا يوجد شيء على الأرض من خلاله نتفائل أين التفاؤل من أين يأتي من بوادر لا توجد أي بوادر للتفاؤل بالعكس حيصار يومين قمعوا المتظاهرين بشدة قتلوا 12 واحد الجرحة وصلوا للمئة وهذه جولة جديدة وإحنا بانتظار جولة جديدة من القتل و الجرح الناس نتابع معك أستاذ علي ومع السادة المشاهدين بعض التغريدات على موقع تويتر فيما يتعلق بالملف العراقي وأبرز تطوراته وما كتب عنه هذا الملف المغردون نتابع التغريد الأولى مشاهدين الكرام لعثمان المختار كتب فيها منذ الحرب العالمية الأولى لم يتلقى نظام سياسي دعما دوليا مثل ما تلقاها النظام الذي أسسه الأمريكيون بالعراق عام 2003 هذا النظام يتعفن تدريجيا داخل المنطقة الخضراء لا شيء لديه يدافع عن نفسه سوى الميليشيات لم يبني مدرسة ولا مستوصفا ولا عبد شارعا كل ما فعله سرقة طائفية تخلف فقط لا غير أما التغريدة الثانية لإياد الدليمي تحدث وكتب فيها شتان بين من أخرجه الظلم وحب الوطن وبين من أخرجته دعوة من رجل سياسة أو رجل دين شتان بين من خرج وهو يعرف أنه قد لا يعود إلى بيته وبين من خرج ببساطة الحكومة وبرعاية قواتها الأمنية شباب العراق تعجوا بهم ساحة التحرير اليوم ولا عزاء لجماعة السيد التغريدة الثالثة مشاهدين الكرام لسيد زياد السنجري كتب فيها نفذ مقتل الصدر تهديده وأطلق العنان لميليشياته وميليشيات الحكومة وهجموا على ساحة الحبوب وسط الناصرية من أربعة محاور وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين هناك شهداء وجرحى ومختطفين أعمال الجبناء لن يمررها أبناء الناصرية الأصلة أما التغريدة الأخيرة أو الرابعة مشاهدين الكرام لحسين دلي كتب فيها وقال والله يا شباب لو لم تنجز الثورة العراقية شيئا إلا أسقاط صنم مقتدى لكفاهة فهذا المخادع الأكبر من بين العملية السياسية ظل يراوغ وتقلب منذ 16 عاما متكئا على أرث أبيه عند عوام الشيعة ورجل هناك واليوم نسف ذلك الأرث وسقط عموديا هو وخزع بلاته وتبا له لأتباعه تغريدة الأخيرة لمجاهد أطاء كتب فيها عندما يقتل أو يقتل المتظاهرون وعندما تطلق الصواريخ على المصالح الأمريكية الأجهزة الأمنية تصبح في حالة شلل وهو دليل على أن الميليشيات تتبنى حرفيا وجهة النظر الإيرانية التي ترى المتظاهرين والمصالح الأمريكية بمنظار واحد لذلك يقتلون المتظاهرين بالناصرية ويقصفون السفارة ببغداد بتوقيت واحد أستاذ علي تعليقك على هذه التغريدات وخصوصا على موضوع يعني سقوط صنم مقتد الصدر يعني هذا الموضوع له دلالات بهذا يعني الشخص الذي كتب هذا الشيء يعني يوجد يوجد شيء في قلبه تجاه الصدر لعله يعني ما احترام البقية التي كتبه التغريدات الأخ حسين دلي لعله كان لأشجع بيناتهم نعم والصورة يعني عنده واضحة جدا يعني أشكر على شجاعته وصراحة المتناهية أنه هذا الصنم يجب أن يسقط هو وأتباعه لأنه إحنا الآن في مرحلة جديدة تبقى يبقى الصنم الأكبر إذا سقط نكون دخلنا مرحلة جديدة وهو صنم المرجعية وصنم السستاني إذا سقط هذا الصنم أو هذه المشاعر من حسين دلي هي مشاعر العراقيين بطبيعة الحال بالتأكيد أو عدد كبير منهم يعني أكيد في نسبة كبيرة من المتظاهرين بالشارع حاليا حتى من أتباع الصدر نفسه الصدر بدأ الجرف اللي يمتلكه بدأ يتأكل كثير من أتباع ما راضيهم هذا التصر نعم أشكرك جزيلا أشكر المحللة السياسية العراقية سيد علي الشمر شكرا جزيلا على المشاركة معنا في هذه الحلقة أشكر أيضا السياسي العراقية الدكتور هلال الدليمي وأيضا السيد علي الشمر المحلل السياسي الذي كان معنا في هذه الحلقة والشكر لكم موصول على حسن وطيب المتابعة مشاهدين الكرام وصلنا لختام هذه الفقرة الأولى من برنامج في المنتصف فاصل قصير يصحبكم بعده الزميل حسين أبو شمال في جولة الصحافة فابقوا معنا اشتركوا في القناة